تستكمل هذا الخميس رحلة الألف ميل في مضمار التنافس على لقب البطولة الوطنية في قسمها المحترف الأول موبيليس بإجراء مواجهات وعدات أبرزها تلك التي ستجرى بمدينة الجسور المعلقة بين الرائد شباب قسرنطينا والضيف اتحاد العاصمة بينما سيكون فخر الجزائر يوفق ستيف على موعد مع استضافة المولودية البجاوية في مباراة سيدخلها أبناء عين الفوار منتشين بتأهلهم التاريخي إلى نهائي رابطة الأبطال إفريقيا وبملعب عمر حمادي ببلغين تحط جمعية هران الرحالة لملاقات المولودية العاصمية في مهمة تبدو عسيرة على أشبال المدرب علام شارفة في حين يطير اتحاد بالعباس إلى العاصمة لمواجهة اتحاد الحراشة المنتشي بانتصار ثمين على حساب الجار اتحاد العاصمة الغريق نصر حسينداي سيشد الرحالة إلى الباهية وهران أين ينتظره نزال صعب أمام المولودية المحلية في وقت سيحل فريق مولودية العلم ضيفا ثقيلا على أمل الأربعاء وهي المواجهة التي يخوضها الفريقان بأهداف متبينة من جهة أخرى يتواصل مسلسل كباش الفداء والضحية هذه المرة قد يكون الفرنسي فيكتور زفينكا وذلك بمناسبة المواجهة المرتقبة بين الجارحين شباب الازداد وجمعية الشلفة